تفاصيل اخلاء الفاشنستا الكويتية نوها نبيل بسبب خرقها الحجر المنزلي تابعوا معنا التفاصيل ولا تنسوا ابدأ رأيكم ودعمنا عبر الضغط على زر لايك واشتراك كشف المحامي دوري الوين اعلان اطلاق صراح موكلة الفاشنستا نوها نبيل بضمان شخصي وكانت الادارة العامة للتحقيقات قررت الاحد الماضي حجز احدى الشهيرات ويعتقد انها نوها نبيل لمدة عشر تيام للتحقيق معها عقب كسرها قواعد الحجر المنزلي الذي فرضته السلطات على العائدين الى الكويت في الاسابيع الماضية بسبب فيروس كورونا وبحسب الصحيفة الجريدة الكويتية فانه تقرر حجز الفاشنستا عقب خروجها سابقا من الحجر المنزلي وتوجه الى البنك المركزي للتبرع بالدم موثقة ذلك بالصور ورغم عدم كشف الصحيفة المحلية لاسم الفاشنستا فقد ذكر بعض النشطاء ان المقصودة هي الفاشنستا الشهيرة نوها نبيل التي تحظى بمتابعة 366 الف شخص عبر حسابها في تويتر وسبق ان احيلت نوها في منتصف شهر ازار مارس الماضي الى الحجر الصحي عقب مخلفتها لاجراءات الحجر المنزلي المفروض عليها وعدم التزامها بدوابط الحجر وتوجهها الى بنك الدم للتبرع ويأكدت نوها نبيل انه في يوم 21 من الشهر زيته كانت نتيجة الفحص التي اجراتها لها للكشف عن فيروس كورونا كانت سلبية اي انها كانت غير مصابة بالفيروس وذكرت نوها نبيل حينها انه بعد تداول الانباء عن فرض الحجر الصحي عليها ومخلفتها لاجراءات الحجر المنزلي انها عادت من سويسرا في اربعة من الشهر الماضي ولما تكون حينها سويسرا من دمن الدول المشمولة بالحجر الصحي او المنزلي الى انها التزمت تلقائيا بالحجر المنزلي وخرجت الى بنك الدم عقب انقضاء مدة الحجر نوها نبيل من موليد 11 نوفمبر سنة 1983 وهي اعلامية وشعر كويتية من اصول مصرية حيث ان امها كويتية الجنسية وولدها مصري الجنسية حيث احدثت تغريدة لحساب شخص يدعى مصعب الفلكاوي عبر تويتر دق كبرى بعد ان نشره بان الفشنست الكويتية المصرية نوها نبيل تخلت عن جنسيتها وقالت التغريدة بان بعض المصادر كشفت بان الاعلامية الامريكية الكويتية ومصرية الاصل نوها نبيل واختها بيكونوا متقطاقة في المحكم الكويتية واحتمال لا تصحب الجنسية الكويتية من الاولى وعلى الفور ردت نوها نبيل على التغريدة وقالت اخوي مصعب لا تفتي الله يهديك مع كل احترامي للجنسيات كلها لكن انا نوها نبيل خير هديرة مغتيني واقول لك ما عندي الا الجنسية الكويتية حاليا واحطها التاج على رأسيه وانا فد هديرة وولائي لها لحين ان اموت احترم قوانينها والتي يجرى عليها يجرى علي وشكرا لاهتمامك نوها نبيل لدرسة الهندسة الكيميائية في جامعة الكويت وتخرجت بتأدير امتياز مع مرتبة الشرف عام 2005 والتحقت بالعمل الاعلامي في عام 1992 كمقدمة لبرامج الاطفال في ازاعة وتلفزيون دولة الكويت كما تم اختيارها من ضمن اكثر الخمس شخصيات نسائية مؤسرة في العالم العربي وتعتبر الاولى